تمثيل الصورة القطبية لعدد مركب وتحويلها إلى الصورة الديكارتية طيب إحنا شفنا أول لو كان عندي العدد المركب A زائد B I كيف نحوله للصورة القطبية اللي هي R في كسين ثيتا زائد I سين ثيتا الآن حنشوف لو كان عندي الصورة القطبية كيف أرجع أحولها للصورة الديكارتية A زائد B I أحسن طريقة عشان نتعلم الكلام هذا نحلها بمثال شف هذا السوال يقول يمثل العدد واعطاني العدد المركب في الصورة القطبية في المستوى القطبي ثم عبر عنه بالصورة الديكارتية طيب خلينا نطلع من الصورة القطبية R والثيتا على طول من صورة العدد المركب نقدر نشوف أنه R تساوي ثلاثة والثيتا هتكون عبارة عن π على ست يصر النقطة في المستوى القطبي هتكون ثلاثة و π على ست نجيب المستوى القطبي نجي عند الدائرة ثلاثة و نمشي ألين نشوف الزاوية اللي هي π على ستة و نحدد النقطة هذه النقطة هتكون ثلاثة و π على ست طيب بعدين يقول لي عبر عنه بالصورة الديكارتية يعني يحوله على الصورة A زائد B I طيب خلينا نكتب العدد زي ما هو و عشان نحول للصورة الديكارتية مجرد حنحسبه حين كسين الباي على ستة حنحسبها نضربها في ثلاثة و خلص نقدر نجيب الإحداثيات خلينا نشوف كيف حنكتب ثلاثة زي ما هي بعدين كسين باي على ستة نجيبها بالآل حاسبة أو لو كنت فاكرها من الزوايا الشهيرة اللي هي قيمتها هتكون جدرة الثلاثة على الاثنين بعدين نحط زائد I و سين الباي على ستة برضو نجيبها سواء بالحاسبة أو لو كنت فاكرها اللي هي هتكون عبارة عن نص خلص أوزع الضرب على الجم و يطلع عندي العدد المركب في الصورة الديكارتية يعني هضرب الثلاثة في الجذر الثلاثة على الاثنين اللي هي هتكون ثلاثة في الجذر الثلاثة على الاثنين بعدين أضرب الثلاثة في الجزر المركب يعني هضربها في نص صاري عندي ثلاثة على الاثنين مضروبة في I وبس هذه هي الصورة الديكارتية طيب نشوف اللي بعدها برضو عندي عدد مركب حمثله في المستوى القطبي و أحوله للصورة الديكارتية طيب وهذا هو العدد خلينا نطلع منه ال R و الثاتة عشان نمثله على المستوى القطبي ال R على طول نقدر نشوف إنها خمسة والثاتة نقدر ناخدها من هنا واللي هي نفسها هتكون الزاوية هذه واللي هي عبارة عن ثلاثة باي على أربعة يعني النقطة هتكون عندي خمسة و ثلاثة باي على أربعة صار نيجي في المستوى القطبي و نروح للدائرة اللي عندها ال R بخمسة يعني هذه الدائرة بعدين نشوف الزاوية ثلاثة باي على أربعة نمشي إلى أن نحصل الزاوية ثلاثة باي على أربعة يعني هتكون النقطة هنا صار هذه النقطة اللي هي خمسة و ثلاثة باي على أربعة طيب الآن خلينا نحولها للصورة الإحداثية مجرد هنحسب قيمة الكوساين و الساين يعني هتصير خمسة و نفتح القوس نحسب قيمة الكوساين هذي نحسبها بالآل حاسبها هتطلع سالب جذر 2 على 2 بعدين زائد آي مضروبة فيه و نحسب قيمة هذي الساين اللي هي هتكون جذر 2 على 2 خلاص نوزع الضرب على الجم نضرب خمسة هنا هتصير سالب خمسة في جذر 2 على 2 زائد نضرب الخمسة هنا هتصير خمسة في جذر 2 على 2 مضروبة في آي وهذه هي الصورة الديكارتية طيب نشوف هذا العدد برضو نطلع على الار والثيتا الار هنا هتكون بأربعة والثيتا هتكون هذه الزاوية اللي هي نفسها هذه الزاوية خمسة باي على ثلاثة يعني النقطة بالصورة القطبية هتكون أربعة وخمسة باي على ثلاثة نمثلها على المستوى القطبي الأربعة أربعة نمشي واحد نين ثلاثة أربعة يعني هتكون على هذه الدائرة والزاوية خمسة باي على ثلاثة هتكون هنا يصر النقطة هتكون عند الدائرة أربعة والزاوية خمسة باي على ثلاثة يعني هنا هذه هي النقطة أربعة وخمسة باي على ثلاثة الآن نحول للمستوى الإحداثي نحن نضرب أربعة فيه كسان خمسة باي على ثلاثة اللي هي نص زايد آي في سان خمسة باي على ثلاثة اللي هي سالب جذر ثلاثة على اثنين نوزع ضرب على الجن أربعة في نص تساوي اثنين زايد أربعة في هذه القيمة اللي هي تساوي سالب اثنين جذر ثلاثة مضروبة في اي وهذه هي الصور الديكارتية